من أهم مميزات مؤتمر قمة المناخ في السنة دي هو الثقة في الشباب وقدرتهم لأنه بقى بيتم تطبيق فعل لتمكين الشباب وقاليهم مساحة كبيرة في أن هم يشاركوا في صناعة القرار وده الحقيقة ظهر خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ في النسخة اللي فاتت شوف لها ديه الدولة المصرية كانت بتدي مساحة لولادها علشان يشاركوا فيه مواجهة أزمة عالمية بحجم قمة المناخ وكان فيه مؤتمر خاص بالشباب على هامش قمة المناخ وهو مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ في نسخته السبعتاشر يا ترى إحكاة المؤتمر ده وإيه أهميته وإزاي الشباب المشاركين فيه بيسهموا في وضع السياسات جديدة في ملف القضية المناخية ده اللي هنعرفه من ضيوفنا اللي منورينا في الستوديو هم شاماء بكري وطارق جلال ومن ضمن المشاركين في مؤتمر كوي 17 أهلا بيكم أهلا بك خلينا أبدأ معك طارق يعني إيه هو كوي 17 كوي 17 هو مؤتمر بيتعامل في كل سنة في الدولة المنظمة للكوب 27 الكوب عمو الأصلي ويتعامل قبلها للشباب أبنوا يبقى موجهة أكتر للشباب تتعامل السنة في مصر في مدينة شرم الشيخ ومدينة شبابية في شرم الشيخ حضروا أكتر من ألفين ومتين فرد من حوالي العالم من أكتر من أكتر من 40 دولة بيبقى في مناظرات كتير جدا عن تغيرات المناخية وعن دورنا كأفراد في المناخ بتاعنا وزي نحن نبقى صنع تغيير كان فيه أكتر برضو من السيشنز كان فيه ناس من حوالي العالم من المؤثرين في موضوع المناخ يبقوا موجودين عشان بيقولوا كلماتهم كان معانا حضر معانا معالي وزير الشباب ورياضة معالي وزيرة البيئة وناس كتير من النظمين للمؤسسات الدولية من اليوان واليونايتد نيشن واليوناس وغيره كلهم كانوا حضرين أكتر للشباب أو إن هم بيوجهوا كل طبكس تاعتهم أكتر للشباب ودور الشباب في موضوع ده يسمعوا أكتر رحات الشباب حيث أن هم يقدروا يوصلوا في الكوب 27 يسمعوا أفكارهم المبادرات اللي طلعت يعملوا لهم برش عمل وستشينات على مدارة 3 أيام في أكتر غريم من 10 ساعات شغالين في أكتر من قاعة فده نبضة بسيطة جداً على المؤتمر شايماء خلينا أسألك عن أهم القضايا اللي تم مناقشتها في المؤتمر مؤتمر الشباب تمام هو كان فيه قضايا كتير جداً تنقشت في المؤتمر زي مثلاً العدالة المناخية فكرة مواجهة المسببات للتغير المناخي أو ما يسبب أضرار لتغيرات المناخية أكيد ده كان ضمن الحاجات اللي بتنقشوها أو الملفات للقضايا الهمة اللي كنت بتنقشوها بالضبط الدول المتضررة وإزاي هما بيواجهوا ده وإيه الحلول اللي ممكن نحنا نطلعها ونحنا نرفزها على مستوى يعني كل الدول وكمان كان فيه ساشنز كتيرة قدمتها المنظمات المشاركة لأن قضية التغير المناخ هي مش مجال هي قضية ودخل فيها كل المجالات كل المجالات هي ممكن تخدم على ده زي مثلا اليو ان دي بي او اليو ان اف بي اي كان هو وقتها قدموا ساشنز مثلا في تأسر الجندر بالتغير المناخي السكان السحة الإنجابية حاجة مثلا زي بنك مصر برضو وكلمت عن كلايمة فاينانس يعني مجالات كتير وحاجات كتير هي يندخلها في قضية التغير المناخي ممكن اضيف برضو على شايمال من اهم حاجة اللي كانت بتتناقش هناك من جاة اليونسا في حقوق الأطفال في التغيرات المناخية والأطفال متضررين من موضوع المناخ هل نقشتوا حلول للعضايا تي؟ هي زي ما قلت حضرتك الايفنت كله عبارة عن مناظرات هي مش استماع من جاة فرض شخص واحد لا هيا بتبقى بوركشوب بنبقى عدين زي كده ناس بتتكلم ونسمع حلول تبدأ نهاية تتقدم فيه بيبقى كذا كان كذا مبادرة تقدمت هناك يعني فيه بوسس أو بوسس هناك بيبقى بيسمع فيه الاقتراحات انت بتقدمها فيه حاجات بتبقى بتروح لي المسلسات المعنية ده وتبدأ نهاية يوصلوا لدي للتنفيذ فعلا كان فيه حلول كتيرة من الشباب هما اللي بيطلقوها كان فيه برضو كان يمكن من جهتنا احنا كان عندنا مصابقة تحدي الشباب ده مصابقة عملها ليونسف في مصر كان فيها كمية كبيرة جدا من المبادرات والافكار كله ده كان طلع من المؤتمر يعني كلمني عن انتو قدمتو انتو نفسوكم احنا كنا بنمثل حملة اسمها ايجي يوسفور كلايمت او الشباب والملاخ هي حملة اطلاقاتها وزارة الشباب ورياضة بمالح من وزارة ليونسف فكرتها ان فيه كارافان عبارة عن جرين فان عربية خضرة زي ميكروباس كده بس خضرة تلفل 27 محافظة بهدف التوعية انا لفيت فيها 27 محافظة في كل محافظة بدنا نعمل مجموعة من الانشطة لها علاقة بالتغيرات المناخية بنعمل الالعاب للاطفال الزغيرين عشان فهمهم ازاي انه ممكن يبقى ليهم دور في المناخ بنعلم الاطفال الزراعة زي ان احنا ممكن نزرع في بيتنا لباتات بسيطة ممكن نستفيد بيها زي مثلا كسبرة والنعناع والحاجات دي تبقى انتاج للبيت وفي نفس الوقت هي حاجات صحية اكتر من حاجات احنا مشرية من بره عشان ما عليها اي مات كيموية وفي نفس الوقت هي بتساعد المناخ بتاعنا كنا بنعمل حاجات للريسايكل ازاي ان انه ممكن تعيد تدوير المخلفات تحت البيت من البلاستيك ممكن تعمل بي اي 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 ازاي كل ده كمان كانت افكار شباب مش افكار حاجة نزللنا معينة احنا بالطبقة وخلاص لا كل الحاجات كانت تنفذ لكتش توجيهات قد ما هي مبادرات افكار شبابي احنا بنشرها على مصابة المحافظة كنت معهم في لفت السبع عشرون محافظة خدت وقت قد ايه في المرات احنا بدأنا يوم تحكيلي على التجربة دي هي كانت تجربة مختلفة يعني في محافظات احنا قدنا فيها يوم واحد في محافظات قدنا فيها يومين وفي محافظات كالتلات ايام فكرة اللي هو انت هتقدي في محافظة يوم وبعدها تسافر بعدها يومين بالضبط وتسافر محافظة تانية في محافظات مثلا السفر بتاعها كان ست ساعات في محافظات السفر ستاشر ساعة فالحوار كان مختلف يعني كان اول موار تمامين يوم عفوا كانوا متواصلين ما رأيتش بيوتكو خلص مثلا ممكن بنعد اعتراف الوص من الصعيد اللي بتعدينا على الصهيرة بس مش رجوع بقى مش حمد الله على السلامة حسنا الحلول اللي قدمتوها والافكار دي مصرها ايه؟ الحلول دي ممكن مصرها مش في ادينا احنا مصر في ادينا كسواء وزار شهاو برياضة هي فعلا استمعت الحلول كتير ومعالي الوزير اتقى بالشباب في المؤتمر واحنا عندنا كان اكتر من ساشل الساشل عبارة عن اشخاص عندهم افكار بيعرضوها على معالي الوزير وكان بيعرضوها على مؤسسة الديانة ساف الناس اللي بيمثل المؤسسة دي وكان فيه اتفاق ان احنا ممكن نعمل ايه؟ ازاي احنا ممكن ننفس في ده؟ وفيه اجراءات بدأت انها يعني يمشوا فيها ولكن لسه ما تنفسه بشكل كامل ولكن نأمل اكيد ان شاء الله في المستقبل هيكون فيه اغلب الافكار تتنفذك انا عرفت ان دكتور اتشرف صبحي وزير الشباب الرياضة كان داعم لكم جدا اثناء المؤتمر يعني احكيلي عن اللي قدمه لكم اتفضل انا اتفضل هو كان اول لقاء خالص كان في الافتتاح يوم 4 سبتمبر في المركز الولمبي بالمعادي افتتاح الحملة كان بحضور ممثل اليونسوف ومثل اوام المتحدة ومع الوزير الشباب الرياضة ووزير التببيئة وكان معينا برضو سفير النواية الحسنة ومثل اليونسوف كان ممثل احمد حلمي ووقتها كان كل واحد منهم قلقوا كلمته وبعدها تكلم معنا وقلنا يعني دعمنا بشكل كبير وبعدها كمان كان معنا في شرم الشيخ يعني يقولون ايه هو فخور باللي احنا عملناه يعني شهرين سفر وبعدها كمان يعني مخدناش بريك حتى لا وخلصنا المحافظات كلها بعدها تلقنا على شرم الشيخ عشان الكوي وبعدها الكوب فما كانش في ايه بريكس وكان كله شغله متواصل حتى ما روحناش مثلا احنا حضور كده بس لأكلينا بوث وكنا بننفذ انشطة بس فهو حقيقي كان يعني دعم جدا وهو بيدعم كل الشباب في كل المبادرات حضر معنا اكتر من اتناشر مرة في البوس بس يعني كل ما هي بقى متواجد يعني يصحى من النوم تتنزل نشوف البوس بيعمله ايه ويحضر معنا حضر معنا سمع افكار الشباب زي ما قلت حضرتك هو كل المبادرات كان تم اطلقها كان متواجد واسمحها معنا وكمان هو كان كان عادت معنا في نفس الفندو فكان دايما كان ليه لقاء على الغداء على العشاء كان فيه جلسات ودية كتير بيننا فده الواحده كان دعم معناه كبير لنا ان احنا نقدر ان احنا سمعنا ووصل له صوتنا الحقيقة هو وزير نشيط جدا يعني خلنا اسألك انتو خلصتوا الكوي وشاركتوا في كوب كان ايه شكل مشاركتكوا في كوب بقى كان زي الكوي كان لينا بوث وكان في اكتيفتيز مثلا كان فيه حاجات للاطفال كده مثلا ممكن بورد ونرسم عليها حاجات ليه علاقة بالبيئة مثلا وردة او شجرة اي حاجة تنسب مخ الاطفال يعني واستعابهم وبعدها نبدأ ان احنا نكلمهم يعني عن البيئة من خلال الشجرة او الوردة البسيطة اللي هما رسموها بعدها فيه مثلا اكتيفتي زي كليمات كافي دي منقشة في اي مشكلة سببها مثلا التغير المناخي مع الشباب عادي مثلا اذباب التأثيرات الاضرار وكل ده وفيه بقى مع الاكتيفتيز كمان فيه سيشنز كان مثلا اليونسف كانت بتستعين مثلا من ناس مسؤولين فيها مثلا حد كان مسؤول في التغذية فكان يعني بناستضيفه عندنا في البوس هو يدي سيشن علاقة مثلا التغير المناخي وتأثيره فيه حاجة زي التغذية مثلا تأثيره على حاجة زي الزراعة وكان فيه بردو حد من صندوق الأمم المتحدة للسكان بردو كان وقتها كان فيه سيشن عن تأثر الجندر بالتغير المناخي وهكذا يعني فيه من كل حد من كل مؤسسة او من كل منظمة معناية مع اليونسف كانوا بيختاروا ان هو فيه شخص كده يجالنا ناخد السيشن دي فهي كانت متأسمة بين حاجتين السيشن والاكتيفتيز حنا سألك بقى عن التجربة دي انت قلت لي قبل ما الهواء يبدأ ان انت عندك 18 سنة يعني شاب لسه في مقتبر العمر وبتشارك في حاجة العالم كله يبص عليها وليك كلمة وليك فكرة بتقدمها وجهات دولية مش اقولك بس مؤسسات بلدك لا جهات دولية كبيرة جدا بتاخد الكلام ده وتحطه في حاجة الاعتبار احساسك ايه بالتجربة دي؟ احساس فخر كبير لان انا ما كنتش بس على التجربة دي يعني فجأة جات كده احنا بدأنا اصلا من الاول احنا لنا فريس مؤثر اس احنا بناخدين سيم البحث العلمي لنا من 2019 نشتغل عليه من حاول ان احنا نوعي الشباب بالموضوع البحث العلمي وقديها حاجة بسيطة مش مؤقدة وكمان نشتغل مع الشباب من اول سن 12 سنة لغاية 28 سنة اشتغلنا عام بتدربة مع الموضوع ده احنا بنشتغل في كل فترة بيبعندها مشاكل بتواجهنا في مصر نحاول احنا نلاقي لها حلول ضمن المشاكل دي مشكلة المناخ بدأ ان احنا نشتغل عليها من خلال احنا نعمل اكتر من كذا حاجة من عادة تدوير او اعادة استخدام التكنولوجيا ده مصطلح جديد ان احنا بتحول فيه المنتج البيض والعندنا في البيت لمنتج جديد لان المنتج ده ما بيبقاش كل حاجة فيه بيضة هو ممكن بس الحاجة اللي بتوصله كهرباء جوه هي بس اللي بيضة ولكن هتلاقي مقاومات ومكسفات كلها شغالة احنا بدأ نبدأ ان احنا ناخدها ونعمل بيها بروجيكت او برودكت جديد نبدأ ان احنا ننزله السوق وان احنا نقدر ان احنا نوزعه في المدارس نعمل مانزق تعلمية بنشرح به التجربة العلمية الموجودة في الكتب بشكل نظري وفعلا نزلنا ده وعملنا انا اصلا من سهاجة في مدينة طهطة ووزعنا ده على المدارس اللي هي الحكومية هناك بحيث انه يستعملوه في التدريس اشتغل على المخلفات البلاستيكس بنعمل بيها الايكو بريك او الطوبة الصديقة للبيئة عبارة عن ازازة بنضغط فيها الاكياس ونقدر نحنا نبني بيها وبنتتبني بيها في كذا اكتر من دولة اشتغلنا برضو على عجينة الورق ازاي احنا ممكن ناخد الورق بتاعنا القديم نحنا نحويله لعجينة والعجينة دي بتتشكل زي الافكار دي كلها قدمتوها اثناء المؤتمر بالزبط دي افكار فعلا تم نشرها وردود الافعال اتجاهها كانت ايه؟ كان في تفاعل كبير جدا من الناس انا شخصيا لما نزلت مع الناس ما كنتش متوقع ده يعني لما تيجي تقول له المناخ يقول لك فعلا لا الجو بقي حرر طب انت عارف الحرر ده بيسرعين زي اه ده متتكلمة على ردود الافعال في الشارع من الناس بزبط احنا مكناش مكتصرين بس على مكان لا العربية كانت بتمشي تقف قدام كليات تقف الشارع في حيوية عن كنيش تقف الحدث تقف ردود الافعال اثناء المؤتمر من الجهات الكتير اللي كانت مشاركة تجاه افكار؟ كان فيه دعم غير طبيعي يعني فيه دعم هيبنى تكتوب فيه بعد المؤتمر ان فيه برامب كتير احنا كنا اقترحناها كافكار ان شاء الله تبدأ تتنفس خلال السنة الجديدة هنبدأ ان احنا نكون نفذنا برامب كتير للشباب واللناشر ان هم ينفذوا افكارهم مش بس توعية او مجرد حاجة بالحضرهم وخلاص بيبقى فيه حاجات عملية كتير ان شاء الله تتنفس وهذا الاهم في الموضوع طيب خلينا اسألك عن انت تكرمتي في المؤتمر اه هو احنا لسه التكريم بتاعنا في شهر 12 ان شاء الله هل سأخذت شهرات تأذير اعتقد؟ هناخدها في شهر 12 ان شاء الله يعني من مين؟ مزيري الشايبور رياضة دكتور اشرة صح ومنظمة اللي انا في وزارة البيئة كل ده هيكون مع بعض الرعاة للحملة هم اللي يطلقوا الشهادة طيب كلميني عن احساسك يعني نفس السؤال تقريبا للي سألته طريق فكرة ان انت تشاركي في حاجة عظيمة كده اكيد ده يعني كتبت منه خبرة ما زي ايه مثلا بص هوا انا اصلا بدأت في حوار اللي هو الانشاط الطوعية وبدأت ان انا اشوف اي حاجة تانية غير المذاكرة وغير الدراسة كان كنت في قولة سانوي وقتها كنت مع طارق في فريق اسر اس كنت في فريق التنظيم يعني ابتديت ان انا احتكب ناس تانية غير زماية الدراسة وكده بعدها اشتركت في حاجات تانية كتير وكنت بقدمة على حاجات بورج مصر بورده ويعني تولت الاحداث بقى وكان في حاجات كتير في النص بس تجربة الكوب يعني كانت تجربة مختلفة جدا وكانت يعني تجربة عظيمة ان انت قاعد في البوست ممكن وزير يكون معادي جنبك كده او اللي هو سفير دولة تانية يعني ناس كتير انت بتكلمهم في نفس الوقت وكانتوا كلهم من دول مختلفة يعني مستوى يعني دول العالم وكمان فكرة ثقافات مختلفة يعني بتشوف طريقة كل واحد بتشوف ثقافة كل واحد فالتقاء جميع الدول دي يعني مش ما كنتش هلاقيها في مكان دين يعني اكيد اكتسبتوا فكر جديد وثقافة جديدة واضفتوا كمان ثقافتنا لناس من دول تانية ايه رأيكو في شرم الشيخ بعد اللي حصل فيها او قبل المؤتمر يعني ما كانت مستعدة المؤتمر كده يعني احنا نادل نقول شرم الشيخ بيت مدينة من احسن مدينة هي مدينة كده كده مزهلة اصلا لكن مع التطورات انا كنت فعلا زرت شرم فاطرة قريبة فأنا معرفتهاش فعلا الطرق شكلها كلها تغير الأشكال الجمالية مواقع العجل وطريق العجل المخصص لي والأوتوبيسات الكهرباء ومواصلات النهاية متاحة في كل وقت ان انا كنت يعني دايما بعرف اروح الكوف في اي وقت ان انا اعرف ارجع منه برضو في اي وقت لو حصل معي اي حاجة من الخدمات الموجودة من الناس والشعب الموجود دولة كانت موظمة بشكل كويس بالضبط كل حاجة كانت متكاملة وكان فيه يعني تنظيم بشكل حلو جدا حتى المؤتمر نفسه ما كانش فيه اي مشاكل واجهتنا ولا اي حاجة ولا حستينا كانت ماشي ثالث بحاجة كبيرة انا شفت ايش حضرت ابنتها كثير ما شفتش السلاسف في حاجة زي كده معانا حاجة ضخمة وكان تحدي المصر انها تنظم حاجة زي كده ولكن دول العالم كلها اشهدت بتنظيم مصر في المؤتمر ده الحقيقة وتحدي المصر وتحدي ليكو كشباب يعني لسه بيبدأ حياتو وشرفتونا والله طيب بما انك شاركت في تجربة كبيرة زي دي بتفكري بقى في اللي جاي ايه اللي جاي احنا اكتسبنا فكر جديد من المؤتمر اكيد وفي حملات تانية وفي برامج تانية عايزين ان احنا ننفذها ان شاء الله وفي بداية السنة الجديدة زي ماء الطارق اليونسف هتكون يعني حد هيكونوا داعمين جدا لنا والوزارة برضو مكملة ان شاء الله فمشاريع تانية فأنا كنت حابة اكتر ان انا نركز على حاجات برضو خاصة بالمناخ ان شاء الله ما يكونش هو مجرد يعني وقت معين نقتصر عشان مصر كانت مستضيفة الكوب وبعدها خلاص ان احنا ما نشتغلش تانية على القضية دي او ان احنا ما نكملش ان احنا ننشر الوعي او كده لا احنا ان شاء الله مكملين في مشاريع تانية خاصة بالمناخ وبرضو انا كنت بفكر ان انا يعني اربط بين دراستي انا بدرس علم اجتماع في كلية الاداية بجامعة القاهرة فانا كنت حابة ان انا يعني اربط دراستي بالمناخ وان انا اشوف مثلا برامج من جامعات في دول تانية بتقدم نفس الحاجة دي ان انا ممكن استعين بكورسات مثلا من عندهم لان احنا هنا في مصر مش عندنا اهتمام اوي بعلم الاجتماع وفي نفس الوقت رابطه بالمناخ دي هتبقى حاجة جديدة شوية في مصر فانا ان شاء الله يعني هركز كدراسة على البوينت دي وان شاء الله المشاريع المكملة يعني يكون مفيدة زي ما كانت المشروع القابل الكوبي يعني بس برق انتو ذكرتو اكتر ممرة ان كان في عدد دول كبير جدا انتو ذكرت مئة واربعين دولة كانت مشاركة اكتر الدول اللي حسيت انها كانت بتتفاعل قوي في المؤتمر كانت ايه بسا؟ بالله كان فيه دول كتير يعني من افضل استيشنز اللي انا عملتها كانت في الكوي كانت بين كان فيها حضر معي الناس من نيجيريا وتركيا وكان تقريبا زنبيا او اسم دولة الصحيح بالزبط بس دول اكتر تالي دول تقريبا كان قريب الشعب المصري من هزار وعدنا نهزر كتير ونتكلم في الموضوع وكان نسبة حضور الدول الافريقية كبيرة جدا وده كان بعين وفي الكوب برضو كان فيه من اكتر الدول اللي كانت موجودة كندا وامريكا وهو سويسرا اكتر تالي دول اللي كانوا متوجدين عندنا في الكرافان فتفعلنا معهم كتير جدا خلينا اسألك عن اكتر مبادرة اعجبتي بها حسيت ان هي حاجة جمدة جدا وممكن تأثر بشكل كبير في فكرة مواجهة التغيرات المناخية كانت مثلا لانهي دولة كانت لانهي وفد او اللي انتو عاملين وكنت مؤمنين بي اكتر طبعا اللي احنا عاملنا وكننا مؤمنين بي اكتر بس لو اختار حاجة يعني غير اللي احنا عملناها فكان فيه مبادرة تقدمت في مصابقة تحدي الشباب اللي اليونسوف كانت عاملها وكده كان فريق في طنطة هناك في كلية العلوم او الزراعة تقريبا على ما تتذكر يعني كان بيستخدم مخلفات قصب السكر انها كان بيطلع منها مادتين مادة بتستخدم كسماد ومادة تانية تستخدم انها تحافظ على الماء من التبخر فحسيت انها حاجة جديدة قوي يعني فيه ناس كتير رسالا فاتت كانت عامل حاجات زي كده بمخلفات تانية او مثلا اش الرز او كده بس دي كتت او مرة لي حد يعني بيشوف مخلفات قصب السكر يعني بيطلع منها حاجة او كده فدي يعني اكتر حاجة او كده او مثلا عندنا زرع في البيت وكان في المؤتمر كان فيه اماكن كتير فيها زرع وكده احنا ممكن نستخدمهم وناخدهم معنا البيت وانا خدت برضه زرعه وكان فيه حد بيكتب خطة عربي كده كتاب لي اسمي على كارتونة وبنحط جواه الزرع فدي اول مرة بصراحة يعني امتلك زرع كده وحطها في البيت يعني بس فكانت حاجات يعني مهمة جدا في المؤتمر وتقريبا ربع الناس او نص الناس اللي في المؤتمر خدوا معهم زرع وروحوا به محافظة التانية يعني والدول التانية وانشيطة الكارفان برضه اللي كانت مهمة جدا عندنا ان احنا كنا في اي محافظة لازم نزرع شجر ويبقى شجر مصمر بحيث ان احنا نستفيد من انتاج بتاعه وتقريبا زرعنا اكتر من الفين شجرة على مستوى الجمهورية في السبع عشرون محافظة في السبع عشرون محافظة هتكملوا في هذا؟ هتكملوا في هذا؟ اكيد هيا اصلا وزارة شهاب الرياضة كانت عاملة مع مشروع كبير جدا اسمها غابات الطلاع على طريق السلوم الغابة دي فيها اكتر من تقريبا الف فدان مزرعين من شجر ده مشروع كبير جدا اطلقت وزارة شهاب الرياضة مع وزارة الزراعة فهو اللي الهم من الموضوع ان احنا نزرعين فاحنا دايما كنا يعني مصررين ان احنا نزرع اي حاجة نترك اثر للكارفان انها وزارة المحافظة دي وفيما بعد مركز الشباب بدأت انها تشتغل عدافة حتى لو احنا مظناش هي بدأت انها تتم بشجر تزرع اكتر وتتجه كمان لزراع الانتاج المسمر مش بس زرع زينة المالي مصر احنا عايزين زرع المسمر يفيد الناس ويفيد البيئة اللي حوالي بصوا بقى انا شايف ان انتو زي ما قلت لك انتو الحال شرفتونا قدام العالم كورو فخليني اقول لك احنا خلصنا خلاص المؤتمرات والاحتفالات والناس الضيوف مشيت وكله تبقى واحنا في مرحلة التقاط الانفاس مش هسميها مرحلة الراحة لان انتو لازم تكمله اين اللي جاي؟ اللي جاي كتير برامي كتيرة صراحة حقيقية احنا لسه نبتناش معاوزات شايف الرياضة فيها حاليا احنا في مرحلة التجهيز بنشوف ايه انسب فكرة النافس في الوقت الحالي ولكن ان شاء الله هيبقى في معسكرات جاية تبقى لانتاج منتجات من المخلفات الموجودة عندنا وعد التدوير هيبقى في معسكرات تدريب ندرب يا شباب ازاي ان احنا ممكن نبقى صنع تغيير في المناخ بتاعنا ويعرف اصلا الابعاد التغيرات المناخية اصلا انها مش قصة القصة بدأت بشوية جوحر ولكن هي اكبر مكاب كتير ان في نتاج كتير هتحصل فانحنا لازم ان يبقى في افعال فنبدأ ان احنا ندرب الشباب والنشر اللي هو اصلا اساس الموضوع هو اللي هيعتبر اكبر متضرر ان احنا ندربه زي ان يحصل تغيير التغيير باديه فيعمل ايه؟ نبدأ ان احنا نشتغل على مشاريع كتيرة ان المراكز الشباب فيه برضو زي الشباب والرياضة عندها شعبة اسمها عندية المناخ والبيئة الشعبة دي اصلا شغالة من زمن يعني من الف تسعمية وحاجة هي شغالة اصلا عن موضوع المناخ بدأت انهاية دلوقتي احنا سلطنا عليهم الدوق ففي مابعد احنا نشتغل معهم نشتغل على المادة العلمية بتاعتهم وبالتعاون معهم بحس ان احنا نفدهم نستفيد منهم ونطبق ده مش بس كان مقتصر على الشعبة لان احنا هنطبق كله على مستوى الناس كلها انا عايزة اخد من كلامك كلمة هتغير بأديك فكرة احساسك بان انت عارفة ان انت بتعمليه بيحصل يعني شوفنا في ازمنا سابقة ان الشباب ممكن يقدموا افكار ويتقال عليها برافو لكن ما بتتنفس النهاردة الافكار دي بتتنفس احساسك ايه ان انت حاس ان انت بتغيري فعلا في البلد بل كمان بتشاركي في تغيير العالم طبعا انا فخورة بكل الشغل اللي احنا عملناه بس حب اشكر وزارة الشاب والرياضة ودي انا صف على دعمهم دينا وبرضو حتة ان احنا غيرنا بأدينا دي عشان يعني احنا اشتغلنا على حاجة كانت مميزة وكمان يعني ما كانتش هتتوفرنا بسهولة وكمان يعني لما توفرت الفرصة ان انا شارك فيها ما كانتش هتبقى موجودة لولا مثلا دعم اهلي ان هما يخلوني اسافر محافظات كتير زي كده في وقت برضو دراسة في وقت اللي هو انت بنت فعني ازاي هتسافري او كده فدعم الاهل ده كان حاجة يعني هي اكتر حاجة كانت هي اللي ادف عليا وهي اللي خلتني اعمل حاجة زي كده وكمان دعم خطيبي بخاطر هو كمان كان شارك في مؤتمر كوبت سوينتي سيفن بس كان مع وزارة دومان كان متطوع فيعني اصرع ناشطة بقى بالزبط طيب يعني خليني بجد اشكركم جدا على وجودكم معي واشكركم على ادائكم اللي عملتوه او قدمتوه اثناء المنتمرات العالمية دي شايماء بكري وطارق جلال واحد او يعني من الشباب المشاركين في كوي سيفنتين شرفتونا ونورتونا شهداء الكرام بعد الفاصل التوعية باهمية النباتات في الشوارع والطرق انتظرونا اشتركوا في القناة